خلونا نروح لقصة تانية بقى نعاد رواد فضاء إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية استغرقت شهور الفريق هبط في خليج المكسيك بالقرب من فلوريدا بعد شهور من الأبحاث المدارية المتنوعة التي تراوحت من زراعة الفلفل الحار في الفضاء إلى الروبيتات خلينا نشوف التقرير فريق من رواد الفضاء يعاد إلى الأرض بعد رحلة أطلقتها شركة سبيس أكس إلى محطة الفضاء الدولية الفريق هبط في خليج المكسيك قبالة فلوريدا منهيا شهورا من الأبحاث المدارية المتنوعة التي تراوحت من زراعة الفلفل الحار في الفضاء إلى الروبيتات والفريق هو ثالث أطول الفرق التي أرسلتها سبيس أكس للصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا بقاء في محطة الفضاء الدولية الكابسولة كرو دراجون وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين من ناسا وزميل من وكالة الفضاء الأوروبية من ألمانيا هبطت بالمظلات في المياه الهادئة في الظلام في ختم رحلة استغرقت أكثر من ثلاث وعشرين ساعة من محطة الفضاء الدولية وكان طاقم المركبة التي يطلق عليها إندورنس قد وصل إلى محطة الفضاء في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني وعاد الطاقم إلى الأرض ومعه شحنة تزن حوالي مائتين وخمسين كيلو جراما تشمل عينات أبحاث في محطة الفضاء الدولية وإلى جانب إجراء عمليات الصيانة الدورية أثناء وجودهم في المدار على ارتفاع حوالي أربعمائة كيلو متر فوق الأرض ساهم رواد الفضاء في مئات التجارب العلمية والتقنية وتضمنت أهم النقاط دراسات حول التعبير الجيني في خلايا قطنية مستزرعة في الفضاء واحتراق اللهب الغازي في ظروف الجاذبية الصغرى وتسلسل الحمد النووي للبكتيريا داخل المحطة واختبر أعضاء الفريق أيضا أجهزة روبوت جديدة كما حصدوا فلفلا حارا مزروعا في المدار وأسس الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية شركة سبيس اكس في عام 2002 وتوفر سبيس اكس صواريخ فالكن 9 وكابسولات كرو دراجون التي تنقل حاليا رواد فضاء ناسا إلى المدار من الأراضي الأمريكية وأطلقت الشركة ما مجموعه سبع رحلات فضائية مأهولة بالبشر خلال العامين الماضيين ترجمة نانسي قنقر